بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أكبر مرجع في مطلع القرن العشرين أكبر مرجع شيئي وهو الآخند الخراساني الذي قاد ثورة ضد شاه مظفر الدين الذي انقلب على الدستور هذا الدستور الإيراني الذي أكره سنة 1906 الشيخ الآخند الخراساني كان مرجعا كبيرا في النجف الأشرف في الحوزة في النجف ومن النجف قاد حركة المشروطة المشروطة التي كانت تعني تقييد الملوك بمجلس شورى أو برلمان مثلا في مقابل حركة المستبدع التي كانت تنادي وتطالب بالاستبداد وعلى رأسها علماء أيضا مشايخ مثل فضل الله نوري الشيخ فضل الله نوري الذي أعدم فيما بعد وتحالف مع مظفر الدين وانقلب على الدستور وألغى الدستور وقصف البرلمان في ميدان سموت فخونة الآن في قلب تهران كان هناك يعني قصفوا البرلمان وقتلوا بعضهم وثم الشيخ الآخند الخراساني كان في النجف فاستنكر هذا الانقلاب ودعا إلى ثورة شعبية ضد مظفر الدين وهذه الثورة الشعبية نجحت بعد سنة تقريبا بإسقاط هذا الملك وتعين ابن أحمد في مكانه والشيخ طبعا في الأثناء كان هو متوجه بعدما وجه رسائل تهديد إلى هذا الملك وقال سوف أسقطك وسوف أقتلك وسوف كذا وتحرك من النجف إلى إيران حتى يحقق هذا الهدف توفي في الطريق أو قتل في الطريق يعني سم مثلا وكان له تلميذ اسمه الشيخ محمد حسين النائيني الذي كتب وعرف بكتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة ودعا فيه إلى الديمقراطية ونظر إلى الديمقراطية أن الديمقراطية لا تخالف الإسلام وهذه تعتمد المدة الأكثرية لأن كان فيه معارضة من قبل رجال الدين بعض رجال الدين في الحقيقة كان فيه انكسام بين مشروطة ومستبدة هناك كاتب حديث نشر كتابا حول هذه الأحداث وذكر فيه رسالة وجهها الشيخ الأخند الخراساني إلى تلميذه الشيخ النائيني ورسالة هي مهمة جدا ووثيقة بالحقيقة تعتبر حول أضرار الحكومة الإسلامية وسوف أقرأ عليكم هذه الرسالة فيها عشر مخاوف يعني هو يذكرها أنه لذلك لازم نبتعد أساساً إحنا في الإسلام ما عدنا كلام حول الحكومة الإسلامية يعني عندما نقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يوجد كلام حول الدولة وإقامة الدولة والدولة هي مثلاً لها صفة دينية ولا هناك إشارة إلى وجود خليفة أو إمام يعين من قبل الله وعنده صفة دينية هو يحكم باسم الله تعالى لا خليفة ولا إمام هذا كل نظريات ابتدعت في القرون اللاحقة في القرن الثاني للهجري مثلاً والثالث وبعد فالقرآن يأمرنا بالقصة والعدل والأمر المعروف أنهي عن المنكر عندما نقرأ آيات كثيرة في القرآن مثلاً هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد أنتم مهم تكونون تأدلون وتقومون بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين فإن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تأدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرة آيات أخرى تحثوا على الأمر المعروف أنها المنكر وقول الحق والحكم بالعدل والقصة والحق فالمهم المضمون وليس الشكل يجيك واحد يقول لك أنا خليفة معين أنا من الله تعالى وعندي مكان شرعي مكان ديني أو أنا إمام معين من قبل الله وبالتالي أنا مثل النبي وما أحد منه يقدر يعارضني أو يعترض علي أو مثلاً يختلف معايا وهذا يؤدي إلى الدكتاتورية لذلك الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن الحكومة والحاكم والإمام والمسائل الدستورية التي تركها للناس لكي هم الناس في كل بلد في كل زمان في كل مكان هم يكتبوا الدستور اللي يناسبهم ولكن إحنا أدنى شيء تاريخي صائر أدنى موجود أدنى شيء اسمه المرجعية الدينية أو المفتين أو العلماء مثلاً سابقاً ما كانوا يتميزون بأزياءهم كانوا يتميزون بألمهم هذا عالم الناس كلهم كانوا معممين وكلهم كانوا نفسهم زي يلبسوا ما في فرق هذا مثلاً عالم ولا هذا معالم من زيه نكتشف ما كان فيه هناك زي ديني خاص ولكن عندما من ميس سنة تقريباً الناس بدأوا يرتدون الزي الغربي الأوروبي الجاكيت والبنطلون فبقوا الناس المختصين بالدين مختصين على متماسكين بزيهم بالعمامة أو الصايا أو العباءة أو كذا وفي بعض البلاد مثلاً الغطرة فقط يرتدونها حتى يكونوا احنا مثلاً نمثل الدين هذا ما موجود بعدين أدنى مسألة تدخل رجال الدين في السياسة هذا أيضاً ما هناك شيء يسمى الرجال الدين أدنى بالإسلام لا أئمة ولا خلفاء ولا شيء اسم الرجال الدين هم احتكرون الكلام بالدين وبالتالي يحكمون باسم الدين ولكن في المجتمع الشيعي في التاريخ الشيعي حدث أنه علماء المراجع اللي قالوا نحن مراجع وفقهاء ونحن نواب الإمام المهدي اكتسبوا فرصفة دينية صفة إلهية مربوطين بالإمام فرضية طبعاً هذه فرضية أنهم نواب الإمام وهم الحكام الشرعيون وفرضية الإمام المهدي هو فرضية الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري ولم يولد ولم يوجد ولا ليس له أي أثر في التاريخ وفي الحياة ولكنه فرضية افترضها بعض الناس الذين كانوا يؤمنون بنظرية الإمامها وثم وصلت نظريتهم إلى طريق مسدود بوفاة الحسن عسكري دون خلف ودون إشارة إلى ولد ودون أي حديث عن الإمامة حتى لم يقل ما هو مصير الإمامة فوقع الشيعة في حيرة وافترض بعض الناس وجود ولد له وتعجروا بهذا القصة ثم بعد ألف سنة صارت فكرة أو فرضية النيابة العامة وأن الفقهاء هم مثلاً أتوم ولاية ولاية الفقيه أن هم يتولون السلطة ويحكمون ويدخلون فصار هناك تيارين الشيخ الأخندو خراساني كان يدعو إلى الديمقراطية يدعو إلى الشورى يدعو إلى المشروطة ولكنه كان يحذر تلاميذته من تولي الحكم أو إقامة حكم إسلامي يعني يعني باسم الإسلام قال لهم أنتو خلوكم كمعارضة كمرشدين موجهين تنتقدون الباطل تنتقدون الظلم ولأن الحكومة إذا دخلتوا بيها الحكومة بيها فساد وفيها رشوة وفيها غش وفيها كذب وفيها أشياء كثيرة فلا تلوثوا سماعتكم لأن الناس سوف يرتدون إذا تدوا عن هذه الحكومة اللي أنتو مسيطرين عليها يرتدون عن الدين أيضاً مو فقط عن الحكومة وعن المرجعية فخل المرجعية بعيدة طبعاً كما قلت لكم لا يجد في الإسلام شيء اسمه مرجعية دينية هذه عادات وتقاليد تكونت مع الزمن وصارت أدنى فقهاء أدنى فقهاء مثلاً إذا كانوا يفقهون بالدين وكثير من الفقهاء أو المراجع حتى هم في الحقيقة لا يفقهون شيئاً من الدين بالعكس مؤمنين بالخرافات والأساطير والكفريات والشركيات والغلو والشعب عيدة عن الدين ويسمون نفسهم مراجع ويقولون هل لازم نعكم بقية الناس هناك استغلال خطر استغلال المعممين زي مون فقط أبناء المعممين أبناء أبناءهم أيضاً يجي يقول لك أنا أبويا كان كذا مرجع فأذن أنا لازم أحكمكم أنا لازم أقودكم أنا لازم أسيطر أنا أمثل الحوزة أنا أمثل الدين هذا كله موجود هذا يؤدي إلى الدكتاتورية وفي ناس متملقين حولهم يصيرون ناس يعني مستفيدين فيسرقون ينهبون يقتلون يعذبون يفعلون كل المنكرات وتصير برأس المعمم رجل الدين المرجع وبالتالي هذا الشيخ كان الشيخ الأخندرخ راساني المرجع الكبير في مطع القرن العشرين كان يخشى ويحذر من هذا المصير فالمؤلف اسمه أكبر سبوت مؤلف كتاب عن آراء الأخند الخراساني وطلابه الفصل الأول صفحة 18 فصاعدا فيه عنده رسالة يذكرها وثيقة هذه بالحقيقة إلى تلميذه الأخند الخراساني ماذا يقول فيها يقول أنه أضرار الحكومة الإسلامية بين قوسين هي ما كفي شي يسميه يصير لا إسلامية أحيانا واحد يرفع الشعار الإسلام هو ضد الإسلام يرفع الشعار الديمقراطية هو ضد الديمقراطية يرفع الشعار مثلا التوحيد هو ضد التوحيد فيقول هذه الملاحظات أولا إذا أنت دخلت يا رجال الدين يا معممين في هذه الحكومة يتم تسجيع إذا أقمتم حكومة باسم الإسلام يتم تسجيع الديانات الأخرى على تكوين متعصبين دينيين ويتبع ذلك سراع ديني ونفس الشي بالمذاهب يمكن إذا صار مذهب أقام حكومة مذهبية معينة المذاهب الأخرى سوف تتحدى ويكون سراع طائفي مذهبي هذا من عندي أضافة اثنين عندما يصل رجال الدين قلت لكم هذا مصطلح لا يوجد في الإسلام شيء اسم رجال الدين مو فقط المصطلح حتى المفهوم لا يوجد كل الناس هم رجال الدين أولماء أدنى أهم يقول هذا الكلام يقول عندما يصل رجال الدين إلى السلطة لا يعودون قادرين على رؤية عيوبهم فيقومون بتبريرها وتجاهل الفساد يغطون ما يصير هذا العالم ما يخطأ هذا مثل المعصوم يصير مرجع يخطأ يرتكب أعمال مصححة بس الناس لأنه هذا معمم ولأنه اسمه مرجع ولأنه اسمه رجل الدين كل شيء يطلع من عنده صحيح وهو يقوم يبرر نفسه كل أعمال الفاسد اللي يقوم بيها أو المواقف الخاطئة الناس بعد ما يقدرون ينميزون هو نفسهم رجال الدين لا يعودون قادرين على رؤية عيوبهم فيقومون بتبريرها وتجاهل الفساد ثلاثة مسؤولية رجال الدين هذا كما يقول الشيخ الأخندر خراساني مسؤولية رجال الدين هي محاربة الفساد وأما مقاعد الحكام فهي فاسدة دائما وإذا تدخل رجال الدين في السياسة سوف يفقدون هذا الدور دور مكافحة الفساد وهم يفسدون بعدين ويلون ليوم يفسدوا الملح هم المفروض مثل الملح اللي يقضي على الفساد هم إذا دخلوا هم راح يفسدون ويفسدوا الملح يقول ويلون ليوم يفسدوا الملح كيف نصلح الأمور بعد أربعة الحكومة والسياسة المن وتقنية وتكنولوجيا يعني تقنية ورجال الدين يفقدون تماما هذه المعرفة هو دارس مثلا صلاة وصوم وطهار ونجاس وحيض واستحاض وكذا ما يعرف إدارة الدولة على الأقل حتى الآن يقول سيمكن يجيون بناس آخرين أدهم هالخبرات هذه إن الدخول في هذا المجال السياسي دون معرفة وخبرة وتقنية ودون المرور بمراحلها سيؤدي إلى وصمة عار على رجال الدين خمسة نطمح أن تتبع الحكومة الدين نعمل ونطمح ونأمل أن الحكومة تتبع الدين وإذا تسلمنا الحكومة فسيؤدي ذلك إلى تبعية الدين للسلطة والحكومة الرجل الدين معمم يصير هو الحكومة فبعد هو السلطة يعني الدين يصير دعم لازم يتبع هذا الحاكم الحاكم كل ما يقول هو الدين يصير تنقلب المقاييس والأدوار كما يشير للحديث الشريف الذي يقول إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فبئس العلماء وبئس الأمراء يتبعون وإذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء يعني في الحقيقة سلطة تنفيذية تتبع السلطة التشريعية مو البرلمان والسلطة التشريعية والعلماء يتبعون الحكومة دائما الحكومة اتهيمن عليهم ستة لأن الناس يعتبروننا هذا موجود في الثقافة الشعبية الشعية يعتبروننا نواب الإمام المهدي فهم يتوقعون من الحكومة الدينية أن تخلق نفس الظروف نفس الأجواء نفس المستويات وتؤدي نفس المستوى من العدالة يعني فرح يخيب ظنهم بنا شلون لهم نواب الإمام المهدي ويتصرفون هكذا مثلا يسرقون ينهبون يقتلون يعذبون يصير أشياء ردفعل عليهم سبعة بالرغم من أننا لا نملك حتى الآن أي مناصب حكومية هذه تحدث قبل مئة سنة هناك الكثير من الخلاف بين الأماء و بين رجال الدين وإذا وصلنا إلى السلطة فإن هذا الخلاف سيؤدي إلى تفتيت الدين وخلق مذاهب جديدة وإلحاق الضرر بالدين ثمانية لدينا فقه فقه ألم بالدين بالفقه ألم بالفقه أدنا أو لدينا فقط ألم بالفقه ولأننا فقهاء صالحين مثلا ولو أننا لا نعرف جميع أبواب الفقه إلا أن ذلك لا يعني أننا نعرف جميع العلوم الأخرى كالإدارة مثلا تسعة الحكومات خلال القرون الماضية لم تحفظ الإسلام دائما كانوا يشيئون إلى الدين وإنما حفظه الألماء والحوزات الدينية كما يقول وهذا أيضا كلام فيه نقاش لأنه أحيانا هم الفقهاء والعلماء والحوزات هي التي تشوه الدين تشوه الإسلام بأفكار ونظريات خاطئة منحرفة تنشرها في المجتمع فهذه النقطة لازم نتحفظ عليها عشرة بالرغم من أننا لم نصل بعده إلى الحكم فماذا يفعل الذين حولنا شوفوا يعني الناس اللي حوالينا الحواشي ماذا يفعلون يتملقون ويتاجرون بسمنا ويسرقون ينهبون كل شي يساوون ويل لليوم الذي يتصلوا فيه أيدينا إلى السلطة شو رح يصير بعدين لهذا الحاكم أو المرجع أو الشيخ أو المعمم عنده حواشي وعنده ناس حواليه ويسوي قوائم انتخابية وذولة كلهم يتبعون له ويأخذ غرامات من جماعته وفلوس وبعض ذولة يقوموا يلعبون بالبلد كما يشاءون إن أقاربنا أو الحواشي اللي حولنا سيستغلون الوضع ويجلبون العار إلى المرجعية والدين الإسلامي وسيكتبوا الناس كل أعمالهم في حسابنا هؤلاء جماعة فلان جماعة المرجع جماعة هالقائد هالزعيم شوفوا جدي يساوون هذا هو المسؤول فيساعدهم ردد فعل عن الدين داعش إن الذين يشتغلون أو يشغلون مناصب حكومية يعتبرون الغش وعدم الدقة والكذب ضرورات أساسية لعملهم ومهنتهم كان أعرفهم زين هذا الشيخ يقول وربما في بعض الأحوال لا يستطيعون تمشية أعمالهم بغير الكذب يضحكون عن الناس ومن المحتمل أنه قد يجوز لهم الكذب بسبب اهتمامات أكثر أهمية أو لويات عندهم مثلا أو لويات مصلحة وطنية كذا يقومون يكذبون وبما أن شغل هذه المناصب يستوجب الكذب سواء في الخير أو الشر الصواب أو الباطل فعلى علماء الدين تجنب هذه المناصب والمواقف لأنهم إذا أرادوا الكذب مثل السياسين الآخرين حين يرون ذلك مناسبا مثلا فهناك خطران رئيسيان أحدهما هو أن قبح الكذب يختفي شيئا فشيئا في عيونهم إذا كذبوا مرة مرتين ثلاثة بعد يقوموا يكذبون بشورة مستمرة ويهتز تمسكهم بالصدق في حالات أخرى المفروض في العالم الدين أن يكون ورع متقيد دقيق في كلامه أصلا ما يكذب مثلا هذا يقوم لا يوم يلعب بالدين وهذا وإن كان سيئا للجميع الكذب يعني إلا أنه أسوأ وأخطر بالنسبة لعلماء الدين أنه يفقدون بعد كل ثقة بهم والآخر هو أنه عندما يرى عامة الناس علماء الدين يكذبون في كثير من الحالات حتى لو كانت لديهم أعذار مبررة فأنهم سوف يتصورون بأن علماء الدين لن يتراجعوا عن الكذب في أحوال أخرى ما دام طلعت كذبة وحدة من عدهم فكل شيء يمكن يكذبون ذو العلماء حتى في التعاليم الإلهية والمعتقدات الدينية هم دا يضحكون علينا ويعتقدون بأنهم يكذبون ويغطون كذبهم بأعذار واهية ومن ثم فإن خلق مثل هذه الصورة في ذهن الجمهور أمر خطير للغاية وسوف يؤدي في النهاية إلى عدم إيمانهم بأصول الدين وقيمه الأخلاقية هذا موجود في كتاب تاريخ إيران في موقع تاريخ إيران المعاصر الكتابة اللي هو مؤلف أكبر سبوت آراء الأخند الخراساني وطلابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل ما أنهي بالحقيقة أنه أدنا مشكلة الآن أنه بعض معممين أو بعض رجال الدين يعني مثلا دستور الإيراني الذي النظام الإيراني الذي قام المشروع الذي قدمه الإمام الخميني عند مجيئه إلى إيران بعد من باريس لم يكن يتضمن أنه ولاية الفقه نظرية ولاية الفقه لم تكن موجودة فيه والإمام حاول أن يسوي استفتاع على هذا الدستور الذي كتبه وأعتقد حبيبي واحد اسمه حبيبي كان نائب رئيس خاتمي يمكن فترة صار هذا كتب الدستور والإمام يعني وافق عليه وأراد أن يعرض الدستور للاستفتاع وما كان فيه شيء اسمه ولاية الفقه المرجع شريعة مداري رفض قال لا أول شيء لازم يكون هناك مجلس تأسيسي هم يكتبون الدستور ثم تعرضوه على الاستفتاع لما سووا هذا المجلس حدث فيه نقاش أنه إذن دور المرجع ما هو دور الإمام الخميني أو دور الفقه أو أي شيء فصار كلام أنه نسوي دولة ديمقراطية مدنية رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب وهذا هي الدير الدولة والمرجع يكون مرشد يعني من بعيد ما يتدخل في السياسة هذا كان رأي الإمام الخميني عندما أراد أن يقدم الدستور للتصويت فحدث خلاف داخل المجلس التأسيسي وكان هناك ناس مثلا حسن آية أو بهشتي أو شيخ منتظر قالوا لا لازم الولايات الفقيه نحط بالدستور وثم وضعوا موضع القيادة في الدستور منصب ولي الفقيه وأعطوه قيادة القوات المسلحة وأعطوه أيضا الإشراف على القضاء والإشراف على الإعلام وأيضا التوقيع على انتخاب رئيس الجمهورية أو فصار نوع من التوفيق بين النظريتين والآن بالحقيقة هو الدستور الإيراني لا يشترط أن يكون القائد مثلا معمما أو يكون مرجعا لا يشترط حتى الإمام في وصيته الأخيرة هذا موجود أنا نقلتها في كتابي الشرعية الدستورية كان يوصي أن يفصل الدولة عن المرجعية المرجعية خليه مكانها والدولة تأخذ مجراحة يعني وإذا رجعنا للدستور ما في شيء اسمه القائد يجب أن يكون مرجعا أو مجتهدا أو فقيها يمكن أي واحد عالم بالسياسة مثل ما السيد علي الخامني حفظه الله كان مثلا هو رئيس جمهورية ولم يكن معروفا بالاجتهاد أو المرجعية ثم أصبح قائدا لإيران بعد ذلك هو اكتسب صفة الاجتهاد وطلع رسالة عملية وإذا ما مطلع رسالة عملية يعني ينقصه شيء لا ينقصه شيء فممكن مثلا مثل ما صار السيد علي الخامنائي ممكن الشيخ روحاني يمكن أي قائد آخر يصير هو منصب القائد فنرجع إلى المنصب المدني يعني في جوهر النظام الإيراني في الحقيقة أنا لا أريد أن أدافع أو يعني أنا أقول الحقائق أدع أذكرها أنه النظام الإيراني هو الآن ليس نظاما دينيا وليس نظاما في يعني ولاية الفقه في داخل النظام وأنه هو نظام مدني ديمقراطي ولو شعبيا الناس ينظرون المعممين كأنهم نواب الإمام المهدي أو كأنهم مثلا صفة مرجعية أو هذه الصفة التقليدية المبروثة أدنى في نظرة الناس إلى العلماء وللمحممين والمتزيين بهذا الزي نظرة دينية وهذا فيها أضرار طبعا وسيئات وسلبيات نأمل أن يتم تجاوزها ب أساسا لا أدنى شي اسمه رجال دين ولا أدنى مرجعية في الإسلام مرجعية دينية أدنى فقهاء يفقهون كل واحد في مجاله واحد في الأمور المدنية الشخصية أحوال المدنية يعني واحد في الأمور الاقتصادية يكون مشتهد واحد في الأمور السياسية يكون مشتهد واحد في الأمور العسكرية يكون مشتهد تكون دولة علماء كل واحد في اختصاصه وليس كل واحد يلبس أمامه مثلا يجي يدخل في المجال النووي هذا مو اختصاصه وهكذا فرسالة الشيخ الأخند الخراساني تتفق مع الاتجاه العام الذي يمكن أن يتكرس في المستقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته